يعود مطار الغيظة الدولي الى نشاطه الملاحي بعد عامين من عملية عادة تأهيله الكامل بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومن المقرر ان تحلق قريبا الرحلات الجوية من وإلى المطار في الاجواء المحلية وفضاء الطيران الدولي وعاد البرنامج السعودي لإعمار اليمن تأهيل المطار في كامل بنيته التحتية مع تأمينه بالأنظمة المتطورة التي تحقق معايير الجودة والكفاءة المعتمدة دوليا في الطيران المدني وفي ظل عسكرة ميليشيا الحوثيين لمطار صنعاء وقصف المطارات المحررة سيحد تنشيط الحركة الملاحية لمطار الغيظة من مشاق وتعقيدات السفر الخارجي كما يعيد ربط المهرة بمحيطها الداخلي والمغتربين بأسرهم وعلى المستوى الاقتصادي يمنح افتتاح المطار لحركة الطيران المدني الدولي والمحلي خزانة الدولة رافدا سخيا من الإرادات ولا تتحقق الجدوى الاقتصادية من إعادة تنشيط المطار إلا بما يوفره من فرص أعمال للأياد والخبرات المحلية وهذا ما أولاه البرنامج السعودي أهمية عبر تأهيل كوادر يمنية في مجال الهندسة وإدارة النظم الملاحية بالمطار تم افتتاح وتدشين مشروع وترميم تأهيل المطار الغيظة الدولي الذي تم من قبل برنامج السعودي اللي تلمت وأعمار اليمن هذا المشروع بتكلفات تقارب 11 مليون ريال سعودي المشروع أيضا ترميم كافة مباني المطار مع تريدات عربات الأضفاء مع تريدات سيار تصعاف مع تريد كافة أجست الاتصالات في برج مطار الغيظة المطار يعتبر جاهز الاستقبال للرحلات الدولية والمحلية عودة مطار الغيظة الدولي إلى الخدمة الجوية وفضاء الطيران المدني منجز مهم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد حيث تمثل المهرة مقصدا آمنا لكل اليمنيين ومحافظة واعدة في الاستثمار السياحي والخدمي وفرصه التجارية